صباح الخير الرابع من مارس اليوم العالم لمكافحات السمنة وفي فقرة الفعليات نرى تقرير عن مهرجان قدفع الزراعي الذي انطلق يوم 1 مارس في شاطئ قدفع في الفجيرة هالمهرجان الذي يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي والسياحي في إمارتنا الحبيبة الفجيرة من خلال تنمية المناطق ودعم المزارعين ورفع الناتج المحلي الوطني أما في فقرة السناع في حديثنا اليوم بيكون عن استعدادات الإماراتيين قديما لاستقبال شهر رمضان المبارك اللي بقيله أيام ونستقبله إن شاء الله ولكن قبل ما نبدأ في حلقتنا اليوم أذكركم بالتفاعل وإيانا عبر منصات قناة الفجيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ صباح الخير يا وطن صباح كلهم بالخير مشاهدين صباح يديد وسبوع يديد نتمنى أن يكون مليء بالطاقة الإيجابية والسعادة والأمل لكم جميعاً ونبدأوا إياكم حلقتنا اليوم مثل العادة بفقرة الطقس ويا زميلة نتاليس اللي بتعرفنا على حالة الطقس في مختلف مناطق الدولة نروح نتاليس نرجع لكم مرة ثانية صباح الخير عليكم المشاهدين ويصعد صباحكم بكل خير براحب فيكم بفقرة تأس الإمارات الجو بسرعة مصوفة لغائم جزئياً ومغبر أحياناً يصبح غائم تدريجياً ليلاً وصباح غد بيتخللوا بعض الصحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة والبداية راح تكون من إمارة أبوظبي جو غائم جزئياً ودرجة الحرارة بتوصل صباحاً للتسعة عشرين درجة بتنخفض للواحدة عشرين درجة ليلاً رياح جنوبية شرئية سرعة بتتراحباً خمسة عشر تلاتين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فبتوصل للتنين وخمسين بالمئة وتم عم نشوف مشاهدين هادي الصورة يلي وصلتنا من سارة بإمارة أبوظبي مننتقل لإمارة دبي الجو صافة درجة الحرارة القصوى هي ثمانع عشرين درجة صباحاً وعشرين درجة ليلاً رياح جنوبية شرئية سرعة بتتراحباً خمسة عشر تلاتين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فتصل للواحدة وخمسين بالمئة والإمارة دبي منشوف هادي الصورة يلي وصلتنا من رنا وأنتو كمين مشاهدين ما تنسوا تشاركونا بصوركم لنشوف جمال إماراتكم بعدساتكم وإلى إمارة الفجيرة الجو صافة غالباً الحرارة بتتراحباً بين 24 كحد أقصى وبتنخفض للواحدة عشرين درجة ليلاً رياح جنوبية شرئية بتتراحباً سرعتها بين خمسة عشر ومع أول تصل للتلاتين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فالتلاتة وستين بالمئة بالنسبة لحل البحر فالموجهد ارتفاع قرب الساحل بيكون من واحد لتنين قدم أما بنعمق بيكون من اتنين لتلات قدم بنبقى مع إمارة الفجيرة ولكن هلأ بخبركم عن حال التأس بدبال الفجيرة الجو صافة درجة الحرارة بتتراحباً بين 25 كحد أقصى وبتنخفض للعشرين درجة ليلاً رياح غربية بتتراحباً سرعتها بين خمسة عشر لخمسة عشر كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 55% ومن دبال الفجيرة إلى مسافة الجو صافة درجة الحرارة تتراحباً بين 16 كحد أقصى وتنخفض للواحدة عشرين درجة ليلاً الرياح غربية بتتراحباً سرعتها بين خمسة عشر لتلاتين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 58% بالنسبة لأقوة شروق والغروب بإمارة الفجيرة فشروقه عند الساعة الستة والأربعة وثلاثين دقيقة أما الغروب فهو عند الساعة الستة والثمانت عشر دقيقة صورة من إمارة الفجيرة هي اللي التقط لنا إياها فادي وتشاركها معنا ننتقل لإمارة الشرق الجو غائم جزئياً درجة الحرارة القصوى هي 27 درجة صباحاً وعشرين درجة ليلاً بالنسبة للرياح فهي شمالية شرقية بتتراح سرعتها من خمسة عشر لخمسة عشر كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 52% هذه السورية اللي عم شوفها مع بعض بعطلت لنا إياها خولة متابعتنا من إمارة الشرق نكمل نشط تقس لليوم من إمارة عجمان الجو غائم جزئياً درجة الحرارة القصوى هي 27 درجة صباحاً وعشرين درجة ليلاً بالنسبة للرياح فهي شمالية غربية سرعتها بتتراح من خمسة عشر لثلاثين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 52% عم شوف مع بعض مشاهدينا صورة من إمارة عجمان لمتابعنا هادي من عجمان نروح لإمارة إم القوين الجو صافة درجة الحرارة القصوى هي 27 درجة صباحاً وعشرين درجة ليلاً بالنسبة للرياح فهي شمالية شرقية بتتراح سرعتها بين خمسة عشر لثلاثين كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 55% مشاهدينا زياد من إم القوين شاركنا بهذه السورة حلق مشاهدينا من تقل نشوف أحوال التقس بإمارة راس الخامة جو صافة غالباً درجة الحرارة القصوى هي 26 درجة صباحاً و18 درجة ليلاً بالنسبة للرياح فهي غربية بتتراح سرعتها من خمسة عشر لخمسة عشر كيلومتر بالساعة أما الرطوبة فـ 59% عم شوف مع بعض مشاهدينا هادي الصورة من إمارة راس الخامة لمتابعتنا عايدة إذا حبيين تفرجوا العالم جمال إماراتكم بعد ساتكن ما تنسوا تبعتونا الصور على حساباتنا قابل موائع التواصل الاجتماعي ما تنسوا تخبرونا عن الاسم من أي إمارة عم بترسلونا هيدا كان كل شيء لليوم بفقر التقس إمارات وبشوفكم بكرة يعطيك العافية ناتاليس مشاهدينا اليوم يصادف الرابع من مارس وهو اليوم العالمي للسمنة ولأن هذا الموضوع وايد مهم حبينا نتكلم اليوم عنه في فقرة صحة كأهم للحلقة خاصة أنه اليوم يهدف إلى التوعية بمشكلات ومخاطر السمنة اللي ممكن تؤدي للإصابة بالكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى عن يوم السمنة العالمي نشوفها التقرير ونرجع لكم مرة ثانية اليوم العالمي لمكافحة السمنة يحتفى به عالمياً في الرابع من مارس من كل عام وذلك لتسليط الضوء أكثر على الحد من السمنة ويهدف اليوم العالمي لمكافحة السمنة إلى تعزيز الحلول العملية لإنهاء أزمة السمنة العالمية ودفع الجهود العالمية للحد من السمنة والوقاية منها وعلاجها تعرف منظمة الصحة العالمية السمنة بأنها الزيادة المفرطة في تراكم الدهون في الجسم والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض وأحد العوام التي تؤدي إلى الوفاة بنسبة أكبر من سوء التغذية وتعد العلاجات المعتادة لأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هي اتباع نظام غزائي وممارسة الرياضة البدنية نتكلم عن السمنة والمشاكل الصحية التي تسببها ويضفتنا في الستوديو أخصائية تغذية ومهندسة الغذاء والصحة الدكتور أجوان غانم صباح الخير دكتور صباح النور اليوم موضوعنا عن داء العصر السمنة في البداية نحن في يوم السمنة شو أهمية أن يكون للسمنة يوم؟ السمنة هي من أكثر نحن نعتبرها مرض من أكثر الأمراض اللي هلأ عم نشوفها كثير مهم التوعية أول شيء تنتجنبها نعم تاني شيء نوعي الأفراد اللي عندهم نيها تحافظوا على صحتهم أو يعني يعاملوا ريفرس للأعراض اللي عم بعينهم منها ونشجع كمان الأشخاص نهني معنيين بأنه يعملوا سياسات أو حملات توعية نشجعهم أنه يعملوا أكثر مجهود كلمات لصحة الأفراد جميل يعني يوم يكون للمرض يوم اليوم تحديدا أن نوعي فيه أكثر نزيد الوعي أكثر عند الناس بهالموضوع الزين السمنة نبع تعريف للسمنة مثل نقول أن الشخص ها عنده مرض السمنة لأن أحيانا بعض الناس يتكون عندهم مثلا زيادة بسيطة في الوزن مثلا عرفنا نحن وصلنا لمرحلة أنه خلاص أنه الشخص عنده سمنة حلو هذا السؤال نحن أولا شيء نطلع بالوزن عادة إذا حدا وزنه كتير كبير يمكن عنده سمنة بس مؤشر الكتلة اللي هو الوزن على الطول إذا كان أكثر من ثلاثين هون مقول أنه فيه سمنة أو بدانة فهون ضروري نعمل تحليل تكوين الجسم كمان إذا حدا كتير بيعمل رياضة مثلا فيه كل بيام آي أو مؤشر الكتلة طبعه مرتفع بس مش يعني عنده سمنة فهون ضروري نشوف نسبة الدهون بالجسم الأشخاص اللي عندهم سمنة فيه يكون عندهم أربعين لخمسين لأكثر بالمية من جسمهم دهون يعني أكثر من نصف وزنه في كون دهون نعم البي ام آي بس عشان نوضح للمشاهدين البي ام آي اللي هو مؤشر كتلة الجسم صح ها كيف نحسبه الوزن نعم على الطول يعني وزن الوزن نطرحه على الطول ضرب الطول ضرب الطول نفسه نعم فيطلع عنا رأم نعم هلا إذا كان الرأم أكثر من 25 بين 25 و 30 هون فيه زيادة وزن بين 20 و 25 25 و 30 هون زيادة وزن نعم هلأ بنانتبه أنه نحن بالإمارات نعم تخيل 17.8 بالمية من الأشخاص عندهم سمنة نعم و39.8 بالمية من الأشخاص عندهم زيادة وزن نعم يعني أكثر من نصف الوزن بالإمارات عندهم زيادة وزن وثمنة نعم ها بسبب نمط الحياة لكن نرجع مرة ثانية البي ام آي عشان الناس أن الشخص يقدر يحزبه الوزن على الطول ضرب الوزن مرة ثانية ضرب الطول مرة ثانية الوزن على قصمة طول ضرب الطول ضرب الطول مرة ثانية إذا طلع عنا الناتج من بين 25 و 30 ها يعتبر شو؟ زيادة وزن زيادة وزن فوق الثلاثين بيكون في عدة كلاسز للوزن بس فوق يعني السمنة فوق الثلاثين كثة عنا سمنة بس برجع بتوجه الأشخاص الرياضيين إذا عملوا هيدا بتكون الحسبة غلط لأنه عندهم زيادة وزن لأنه عندهم عضل نعم جميل إن الواحد خلاص يقدر يعرف أنه عنده سمنة أو لا بهال هلا إذا طلع عرق مرتفع بنصحون يعملوا تحليل تكوين الجسم يشوف قد يوجد دهون بالجسم نعم تمام نعم شو اللي زاد هالموضوع إنه زاد موضوع السمنة قامت المجتمعات تعاني منها بشكل كبير ما كنا نعاني منها قبل في الماضي صح هلا أكتر شي بنعرف أنه كثرة الأكل مشكلة بالأكل بس هلا الدراسات عم تتواجه مش بس على زيادة السعرات الحرارية بس كمان نوعية الأكل اللي عم ناكله اللي عم بيكون كتير مصنع فبيصير فيه زيادة التهيبات بالجسم وبتأدي لخربطة بالهرمونات بتأدي لخربطة كل الجسم وكمانا فيه غير عوامل فيه الجيناتكس العوامل الجينية فيه قلة الحركة فيه يعني مشاكل الاترابات النفسية أو ارتفاع التوتر والعوامل المحيطة بالمجتمع يعني العوامل محيطة ما بتشجع كتير أنه ناخد قرارات صحية نعم هل لولنا زادت السمنة هالفترة أو هالزمن بسبب قلة الحركة أو زيادة الأكل الاثنين سواء يعني لا يفصل عن التبعه وكمانا كترة الاسترس نحنا جسمنا معمول بتاع أنه حيري بالتوتر قبل يعني بالعصر الحجرة كنا بس نتعرض للتوتر كنا نهرب نركض نعم فهلأ نحنا معرضين للتوتر مش قدين نركض فاتخيل كل الجسم بتخربط وصير في عنا كتير أمراض مننا أنه السمنة بصير نجمع كتير دهون يعني الاسترس كيف يأثر على موضوع السمنة الاسترس هورمون هي الكورتيزول هي مسؤولة عن تجميع الدهون بالجسم خاصة بمنطقة البطن يعني الكورتيزول بيخرب كل الهرمونات نعم نعم نحنا بس تخربت هورمون واحدة بتخرب كل الهرمونات بالجسم نعم فالكورتيزول من أهم الهرمونات اللي بتسبب السمنة يعني هي موضوع زيادة الكورتيزول في الجسم ممكن تأدي لها سمنة وفي أشياء ثانية ممكن تأدي لها سمنة أمراض عضوية شو ممكن للأمراض؟ يعني مثلا عندك اللي هو الاضطراب في إفرازات الغدى الدرقية صح إذا كان فيها كسل فزيد الوزن صحيح صح فعندنا هالسبابين مرضيين أنا مبيع أسر أي خربة بالهرمونات فيه الغدى كمان الدرقية الPCOS تكيّس المبايد عند النساء ها بعد يزيد من النساء فإيه لأنه الهرمونات عندنا بتلعب يعني بدور مع بعضها أوكي فشو ما كانت أي مشكلة بالهرمونات فيها تأثر على الهرمونات الباقية نعم وتنتج عنها الصمنة نعم إذا العامل الجينات أو عامل الوراثة كم تقريبا في المئة يلعب دور هلا هو فيه لغط يعني فيه دي بيت على الموضوع بس فيها أقولي ممكن عشرة خمستاش بالمئة فيه دراسات بين عملوا على تونز خيال فيه تونز أخدوهن نعم وعملوا واحد كان عم بيأكل بطريقة صحية والتاني عم بيأكل بطريقة مش صحية فهنا عندهم جينات متطابقة وشايفوا إنه الشخص اللي عم بيأكل بطريقة صحية وزنه كان حتى مع إنه متطابق مع بتاني جينيا كان عم بيكون صحته أحسن نعم نعم دكتورة نسمع وائد ناس يقول لك أنا والله عندي سمنة بس أنا ما أكل وائد هلو هيدا هيا أكتر شي بسمع هيا أول شي يعني تقول لك أنا أشي بسيطة أكلها بس يزيد وزني فكيف تتصرفين مع هالحالات هلأ هون أكتريت الحالات لأشخاص اللي بيقولوا هيك أنا بحب كثير بسألهم يعني بتدي تايشو بتاكل بالتفصيل يو يو يعني فطور غدا عشا هون منكتشف إشي غلط عم تنعمل يعني السعرات فيها تكون مخبية بالأكلات اللي عم نكلة إذا بنشرب عصائر أكتر شي بالعصائر الطبيعية حتى إذا بتشرب أورنج جوس مثلاً هيدا الشي بكون عم بزيد لك السعرات وشي منه كتير صحي أوقات من فكر حالنا عم ناكل كمية قليلة بس كون لا عم ناكل كتير يعني أكتر ما نحنا لازم ناكل فهي أكتريت المشكلة إن إحنا تقديرنا للبورشنز اللي عم ناخدهم بيكون مش كتير مزبوطة هلأ فيها بحالات عن جد بيكون عم ناكل بطريقة قليلة بس نكون عم ناكل أكلات مش صحية فالأكلات مش بس الكالوريز يعني بهمو هي نوعية الأكل اللي عم ناكلها لازم ما تكون كتير مصنعة تكون أكتر طبيعية ما تكون فيها كتير هرمونات مثل الجيج واللحوم اللي هي كتير فيها هرمونات فإننتج أكتر للأشياء اللي فيها اللي هو أورغانيك ففي كتير عوامل اللي بتأثر يعني أنت تحسين أن أغلب هالناس عندهم مشكلة في موضوع أن نوعية الأكل مش كمية الأكل الاتنين أي سواء يعني تقدير أكتريت الوقت بلاحظ أن الأشخاص عن جد ما بيعرفوا شو يأكلوا يعني أنا بفكروا أنه يعملوا حرام بيعاملوا أفرت يعني يعني أنا أنا لاحظ في فئة من المجتمع مثلا يقول لك أنا أكل فواكه ويركز على الفواكه اللي فيها سكريات ويقول لك والله ما أكلت شي اليوم بس فواكه وفي النهاية هو يأكل كمية من السكريات صح بس عن طريق الفواكه لأنه أوكي الفواكه مفيدة لكن فيها كمية كالوريز عالية مزبوط نعم أسوأ شي ما أقول نعمل لجسمنا أنه ناكل سعرات قليلة هيدا الشي بيخرب كل الميتابوليزم تبعنا فليزم نركز أكثر على نوعية الأكل يعني أنا إذا عم بيكون 900 كالوريز جايين من قشة مقلية أو قشة مصنعة ما بكون عم بخيت جسمي يعني بالعكس نعم ذكرتي موضوع الهرمونات في الأكل كيف يأثر على موضوع السمنة؟ الهرمونات الهرمونات في اللحن مضيئة أكيد لأنه هلأ أشوف قبل كانوا المزارع كانوا ينتجوا للمناطق صغيرة نعم فهلأ صار فيه كتير لود أنه طلب على المزارع فما بيلحق الفرق أنه يكبر فبيحقنوا بهذه الهرموناتها يكبر كتير بسرعة نفس الشي للبقر كمانا بيحقنوه بمضاق هرمونات عشان يزيد الإنتاج عشان يستطيع كمانا شو اسموها يعني إدوية للبكتيريا هاي كل الإدوية بتنحقن كتير بتأثر لي لأنه عم تحقن هرمونات هالهرمونات عم تكلن فعم تسبب خربطة بالهرمونات بالجسم صحيح فكتير هيدا الموضوع يعني إذا حدا خاصة إذا عنده خلل بالهرمونات هون بيشوف أنه الدكتور الحكيم بيقول له أنه بتعد عن اللحوم فأنا بيقول له لا بتعد عن اللحوم اللي مش معروف مصدره ننتجي إذا فيك تاخد لحوم أورغانيك أو جراس فاد بيف مثلا يعني أنتم كطباء طباء أو متخصصين في التغذية هل سوون فحص الهرمونات ممكن في مرحلة من المراحل عشان نشوفون أن الموضوع سبب السمنة هو خربطة في الهرمونات نحنا أنا كأخصائي التغذية بيقدر وجه الفرد أنه أي تحليل يعني بسامنا هي شغلة الطبيب أكيد بوجهه أنه وين معكم في مشاكل بسوء الطبيب لازم نشوف طبيب مختص إن كان بالغداد أو صحة عامة إذا مش عارف من وين نطلب يعني بيبلش عن طبيب صحة عامة بيقول له شو العوارض ونحنا دعونا كأخصائي التغذية أنه نواجه شو ياكل أكتر نعم نعم دكتورة يعني في بعض الناس يقول لك والله أنا آكل نفس الكمين وأبدل نفس النشاط قبل مثلا 10-15 سنة لكن الحين زاد وزني معني أنا آكل نفس الكمين من الأكل نفسه وعيد الأكل وأبدل نفس النشاط بس حاليا أنا زاد وزني ودخلت مرحلة السنة شو تكون السبب هلأ في عدة مراحل بالحياة منلاحظ خاصة عن النساء بس يصبح عمره فوق 25 بيلاحظوا ضيادة وزن لأنه ما فيه الواحد يقارن حاله يعني بنفسه بكيف كان قبل لأن جسمك بتغير يعني معللات الهرمونات مثل ما أنا كمانا بتلعب الحرق كمانا الحرق بتخف في كتير عمامين كي يصير فيه أمراض ما كان عنا إياها قبل فكل هؤل عمامين ما فينا نقارن حالنا كيف كنا عمنا عشرين إذا نحنا عمنا خمسين فتزيادة نسبة الحرق كتير مهم بالرياضة يعني إذا نحنا عمنا يكون نفس الشي بدنا نزيد شمال حركة أكثر نزيد الحركة معدل المتابوليزم أو هو معدل الحرق يقل بعد زيادة العمر صحيح؟ وهو واحد من الأسباب اللي تخلي مثلا نعاني من السمنة في وقت مثلا متقدم مع العمر يعني التواسب الخلايا كتير بخاف هنا عم نحكي عن إذا هلأ كل الدراسات عم تنعمل عن طول العمر عم بتشوف إنه المشكلة عم بيكون انخفاض الأنرجي أو الطاقة على مستوى الخلايا بهذا الانخفاض بيعمل إنه المتابوليزم يخف فهون نحنا إذا كنا عم ناكل كمية أكل كتير قليلة ما لازم بعد نقللها إنما نزيد الحرق كيف نزيد الحرق عبر الرياضة؟ نعم يعني نقدر نقول إنه كلما الواحد زاد عمره يعني يكون فيه احتياج أكثر للرياضة عشان يبتعد عن موضوع السم مع العمر كمان نسبة العضل بتخف نعم 5% يعني وجود العضل أصلا يساهم في عملية الحرق صح عند الأشخاص اللي عندهم عضل بنلاحظ أن الحرق عندهم حتى إنه إعداد بلا ما يتحركوا بيزيد نعم فيه سمنة بعض يعنون منها بعض الأطفال بس يعني أحس إنه فيه نوعية أو بعض من الأهل يقولون مثلا إنه يعني صغير بعد صغير فشو خطورة هالموضوع؟ إن الطفل يكون عنده سمنة أو يعاني من سمنة حلو كثير هذا الموضوع يعني بيجوا لعندي أولاد أول شي بدي أقول للأهل إنه كيف يتوجهوا لأولادهم إنه الحق عليك وإنت معندك إرادة ولازم تنتبه وسمعت شو قالت لك بسيروا يفضحون نعم بدي أقول لهم إنه الحق مش على الولد يعني وبالنهاية شو اللي زروف المحيطة فيه رح يعمل رح كون قو عم بياكل مثل أهله يعني أنا ما فيه يقول له ما تاكل مقالة وأنا كن عم بياكل مقالة ما فيه يقول له ما تشرب عصير أنا كن عم بشرب يعني لازم يكون نحن المثال الأعلى للولاد طبعنا وأهم شيء إنه ما نخيق ما نقارن يعني تأثير النفسي على الولاد بهذا العمر لازم ندعمه ما نقارن أبدا بأنه شوف هذا الشخص وهكي إنه ابن عمك أو هاي فلا لازم ندعمه نشجعه نعطيهن حلول نعلمهن عن التغذية ما فيه تعليم للتغذية للولاد نعم يعني إنه فيه خطورة على الطفل في هالعمر إنه يكون عنده سمنة الموضوع مش إنه والله يالله باتر بيكبر ويزيد الحرق وكذا لا فيه خطورة إذا كان ولد عنده شوية زيادة وزن ما منعطيه إنه صورات حددية أقل نوتروطا يتول إذا عنده شوية زيادة وزن إذا كان بخاند السمنة وبدأ يصبح عنده بتحليل الدم عم بيين عنده مشاكل يعني إنسولين رزيستنت مقاومة للإنسولين أو عم بل بلش عنده سكرة هون لا لازم إنه نغير شي بالتغذية طبعا أكيد نعم إذا موضوع إنه الأطفال ومعاناتهم مع السمنة يعني هل فيه مثلا إنه نطبق عليهم نفس القانون له كتلة الجسم الطول والوزن بنفس المعادلة اللي تكلمنا عنها ساحلا فيه بقوله للولاد فيه عنا يعني من قارن وزنهم بالنسبة للولاد من عمرهم فيه يعني فإذا كانوا هنه أكتر فيه كورف إذا كانوا كيف كانوا عم بيكبروا فيه مراقبة يعني معينة بتصير من قارنهم بالولاد من عمرهم نقارن بي أم آي طبعهم ووزنهم وطولهم إذا كانوا فوق هيد الكورف هون بصير فيه لازم تدخل يعني تخفيض الوزن تخفيض الوزن نعم بالنسبة للحاليا الأمراض اللي ممكن يتسببها السمنة شو هي نوعية الأمراض اللي ممكن أن السمنة تؤدي إليها هلا تخيل شغل نعرف أكيد المنش ريين وهيك بس بدي أقل لك كيف الميكانيزم تبع السمنة شو بيصير؟ تخيل أنت عندك جسمك فيه كتير دهون نعم هاي الدهون رح تخلي جسمك يفوت بحالة التهاب مزمن نعم مش التهاب مرتفع يعني كأنه بالدواء مستشفى التهاب المزمن بيخوف لأنه ما قاله عوارض فهذا التهاب المزمن عم بيكون عم بيروح بالدم الدم بيوصل لكل العضاء بالجسم نعم فتخيل يعني كل الأعضاء فيها تتضرر الأكاق القلب الشريين العضام العضل الكلاوة الكبد يصير فيه شحم على الكبد حتى يصير فيه أكتر مشاكل بالهورمونات خطر تعرض للسرطانات معينة وغير الأسباب النفسية نعم هو يعتبر العامل وجود السمنة مسرع لانتشار السرطانات في أكيد يقول لك يعني واضحين الدراسات عن هذا الموضوع نعم فلهيك الأشخاص اللي عندهم سمنة ضروري يخسروا خمسة لعشة بالمئة من وزنهم وهنا بيكون عم بيخففوا شوي الأخطار نعم إذن أنتم كأطباء تغذية الشخص اللي عنده يعني سمنة العامل النفسي كيف مثلا يتوجه يومي يتوجه للدكتوري شو الهدف عنده شو الأهم سؤال يسأله أوكي هلا كتير حلو لأنه أنا كأخصائي التغذية يعني بحب أعرف الأسباب ورا الشخص يعني ما بحب بس شو بتاكلوا هيك لأنه بعرف أنه في أسباب نفسية يمكن هيدا الشخص عنده حالة نفسية أنا عم بتوجه من ورا أنه هو موتر أو كتير مبسوط حتى للأكل فبنا نشوف شو السبب ونلعب على هيدا الدول إنه الإموشن الإيتنج أوكي لأنه التغذية كنا بنعرف إنه لازم نخفف أكل بس غير عوامل يعني للأسف التغذية يعني هو الشخص بيجي لعندي بيكون بده نخفف وزن بس كرمال تجميل صحيح إنه بده يكون مبسوط بس إذا بتنبحث أكتر حكون في عنده أسباب نفسية متضايع يعني بيكون فلازم نبحث بها الأسباب ونقول له نحن يعني حكي بالأشياء اللي أنت عم بتعيني منا بكل شي يعني مش بس بالأكل إنه أنا أوكي موقف أكل لا خبرني ليش ليش عندك هيدا المشكلة ومن هون منقدر نحله إن شاء الله يعني يعني هالشخص أنت تشوفين إذا الموضوع مؤقت أو بدأ من فترة يديدة بسيطة أو إنه مستمر نرجع للإستري طبعه أنا بسأل شو عمتين بلش يزيد وزنك شو صار معك بها الحالة ليش عم بتزيد وزنك هلا إنه عم تاكل كثير أو عن جاسر عندك هربطة بالشي بالجسم بالهرمونات أو هيك يعني النتيجة رح تكون عم بزيد الأكل بس شو السبب نعم زين الدكتورة لاحظنا إن ردة فعل الجسم مختلفة اتجاه العامل النفسي سبحان الله بعض الناس إنه يوم يتوتر يزيد وزنة لن يزيد الأكل يخفف التوتر بالأكل وبعض الناس لا صح يضعف بشكل كبير وكذا فكيف العامل النفسي يعني له ردة فعل مختلفة الآن العامل النفسي هو بالبعيولوجي هو الهرمونات ما فينا نعرف كل واحد كيف الهرمونات تلعب يعني بس بدي أقوله هو كيف مربى كان هو صغير إذا نحنا وصغر أكبر غلط من نعمله إنه منقول للولاد إذا أكلتها إذا مثلا درسته رح يتلعلك تشوكليت هون خلاص عمل رابط بين السعادة مكافأة بالشي الأكل هيدا أكبر غلط نعمل للولاد يعني الموضوع هذا بدأ من الصغر تقريبا صح فنحنا كثير مهم من رب بولادنا إنه إذا مثلا درست منروح منلعب أو منروح نعم شي نوع تاني أو هيك هون المشكلة مع المكافأة يعني الموضوع من الصغر صح إذا زرعنا هالشي في الصغار مثلا هم صغار مثلا العقل الباطل يربط هالشيين المكافأة تكون أكل مزبوط فها يلعب دور كبير نعم أهمية الرياضة بشكل عام حتى نتجنب السمنة بشكل عام أوكي الرياضة بنعرف هل في مدة معينة مثلا ممكن الواحد أن يسويها هل مثلا أن نمارس الرياضة بشكل خلل نقول يومي شبه يومي أربعة أيام في الأسبوع هلا أكيد أيديلي يعني بالحالة المثالية أكيد أكثر من أربعة أيام بس شخص بحياتهم ليس محرك لا يمكن أن يقول له بدأك تعمل ساعتين كل يوم أربعة هل أنت تسألينهم في البداية هل أنت شخص رياضي عندك أكيد صح لأنه شخص عنده صمنة لا يستطيع أن يتحرك صراحة يعني من شجوع يمكن أول شيء حتى أنه خفف شوية توازن عبر الأكل إذا لم يستطيع أن يبدأ إذا أستطيع أن يبدأ في نوعين أجزرسائزين من عمله يقول له لأنه يمشي نعم كيف تمشي؟ نعمل تحليل تكوين الجسم لأنه عنده نقص عضل بالأجرين المشي لا يكفي يجب أن نصل إلى مكسيموم هارت رايت وهنا للحرق يعني 70% من مكسيموم هارت رايت هون يكون نحرق الضهون نوعين أجزرسائز وهو الكارديو والستراند ترينيج هون يكون نأكد أنه نزيد عضل ونحرق الضهون نعم نزيل دكتورة المراجعين وزن المثالي أو تخلص من السمن كيف تتعاملين مع هالموضوع؟ هي المشكلة الأساسية أنه نحط تتعامل 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 يعني أنه أنه هذه الفترة هالأد ما أقول تخسر وزن إذا لم تخسرت وزن في هذه الفترة ليس يعني أنت لا تعمل مجهود كافة يمكن أن تأخذ وقت شوية زادة لكن ليس يعني أن لا تصل مهم أن نحط أهداف وقعية صراحة لا نحط أن أخسر عشرين كيلو بشهر مثلا نعم يمكن توصل لهذا الشيء بس رح إذا رجعت لنزامك العادي رح ترجع عديد وزن فنحنا بدنا الشيء نقدم أعملها دايلة حتى إذا الوقت عم بيكون أقصر أطول نعم بس نكون صابورين مع نفسنا عم نغير حالنا عم نغير حياتنا نعم فهذا الشيء رح يخذ وقت وبعد أن أحس أن بعض الناس اللي هيتركز على عامل أن أنا نزلت هالكثر بسرعة يعني هالكثر من عدد الكيلوغرامات إذا كان النظام الغذائي مش صحي أنت ممكن تكون تخسر سوائل صح سوائل وعضل سوائل وعضل يعني واحد يقول لك مثلا أنا خلال أسبوع أو عشرة أيام بنظام الغذائي اللي هو مثلا عشوائي أو يابا من مكان مش من دكتور تغذية يقول لك والله نزلت الناس سبعة وثمانية كيلو حلو فبس هو في النهاية خسر سوائل وخسر عضلات فشو نقول حقها الفئة يقول له أنت بس تخفف أكل إذا تأكل واجبة بالنهار نعم إنت يجب أن تأخذ بروتين لتخسر وزن فمستحيل تحصل على نسبة البروتين اللي يجب أن تأخذها من واجبة واحدة نعم إذا لم تحصل على نسبة بروتين كافية ستكون عم تخسر عضل وماء يعني كثير مهم نتأكد أن نأخذ أقل شيء البروتين نعم فهذا الموضوع إذا تطورت العلاجات العلاجات السمنة ففي منها مثلا يقول لك دعنا نذهب إلى موضوع عملي التكميم أو الكابسولة أو غيرها فقبل أن نذهب إلى العلاجات ما هو المفروض أن نتبع؟ حسب مؤشر الكتلة صراحة إذا كان أكثر من 40 هنا فيه يعني ما في كثير وقت عندنا نعم مني أنا الشخص اللي بيقل لك إذا لازم تجي راحة أقول لأننا كأخصائي التغذية دائما نقول أنه أحسن تجي إلى التغذية الصحية وهيك بس إذا هذا الشخص عن جاد يعني أول شيء نقول له حاول مش تاخد ضاية طبعا أختك أو الجارة أو هيك لا كل شخص مختلفة مختص نعم إذا عن جاد حي والد ما بتقدر تخسر وزن هنا ممكن فيه غير حلول هنا الحكيم هو بيقلك ياهو منشتغل سواء معه يعني مع الحكيم على نظام الحياة اللي يجب تتبعه ممكن جراحة أو أدوية أو نعم دكتورة يعطيت العافية فعلا السمنة هي داء العصر والأهم شيء أن يوم نعالج السمنة نعالجها بطريقة يعني فيها صبر عشان منظر أعمارنا منظر أجسامنا أخصائية التغذية ومهندسة الغذاء والصحة جوان غانم شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدينا مستمرين وإياكم في فقرات حلقتنا اليوم ونشوف الحين تقرير عن مهرجان قدفع الزراعي الذي انطلق يوم 1 مارس في شاطئ قدفع وهو من تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجرة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وحمل هذا المهرجان شعار حصاد أرضنا بأيدينا تعتبر النسخة الأولى من هذا المهرجان هي كجزء من مبادرة مشروع قرى الإمارات اللي يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي والسياحي في إمارتنا الحبيبة الفجرة من خلال تنمية المناطق ودعم المزارعين ورفع الناتج المحلي الوطني عن هذا المهرجان نشوف التقرير التالي الحمد لله انطلقت فعاليات المهرجان الزراعي والحمد لله على ما نشوف انها حققت وايد نجاح في هالأمور لأقبال واضح على المهرجان فكرة المهرجان في البداية كانت قائمة على تشجيع المزارعين في إمارة الفجرة الهدف الرئيسي لهذا المهرجان أن المزارع في إمارة الفجرة يلقى اهتمام وترويج للمنتجات الموجودة عنده لأنه نشاط الزراعي حاليا نشاط مطلوب من ضمن الأنشطة التي نشجع المزارع أن نقوم فيها لأنها مش بس إحنا ما ننظر كبيئة إحنا ما ننظر للإنتاج بحد ذاته إحنا ننظر أيضا للتأثير فالزراعة لها تأثير كبير على البيئة سواء كانت من ناحية الاقتصادية أو سواء كانت من ناحية البيئية أيضا وكذلك هي لها مردود على المزارع نفسه وأسرته فكان هذا المهرجان هو أحد الأنشطة التي طالبنا فيها في البداية في جمعية الفجرة الثقافية أنها تكون من أنشطة المجلس الزراعي الذي تم إطلاقه في الملتقى المزارعين مهرجان قدفع زراعي الأول مهرجان أبهرنا بصراحة من حيث الموقع هذا الموقع في شاطي قدفع هذا الشاطي اللي تم تطويره من قبل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن مشروع قرى الإمارات هذا المشروع اللي اليوم نحن في الشاطي هذا شفنا نتائج المشروع هذا نتائج يعني مبهرة بصراحة صار في نقلة نوعية بالموقع هذا في شاطي قدفع والمنطقة المجاورة من ضمنها المسار بين المزارع المهرجان هذا اليوم يعني خلى المجتمع يشوف إنتاج هذه الأرض إنتاج بلادنا خير هذه الأرض وقبل أن نكمل يعني هذا اللقاء أود أن أستذكر مقولة قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه قال أعطوني زراعة أعطيكم حضارة وأنا أشوف أن الزراعة هي حضارة بل هي موروث ولازم كل إماراتي وإماراتي يحافظون على هذا الموروث أنا سعيدة جدا بموجودة في مهرجان قدفع زراعي المميز صراحة لجمع مجموعة من المزارعين ومجموعة من الكوادر المواطنة المجتهدة والمثابرة في هذا المجال الأكثر من مهم ومميز صراحة هذا التراغ طال عمرش قديم من دهر لإداد والآبة وبهما ضحقنا عليه إحنا دايما دامس عليه الزراعة اللي هي الدلو والمنيور والحيازة وثب نيشبه ذالش أول ما في طبعا تطور مضخات ما مضخات ما شيء دايما على اليازرة اليازرة شوفوا يشيلها اليزر والثور زين يطلع الماي من الطويل طبعا مشاهدين هذا المهرجان بيستمر لين العاشر من مارس ويشارك فيه عدد من الشركات والمزارع الوطنية والجهات ذات الإختصاص نحن مستمرين وإياكم في فقرات حلقة من اليوم لكن أقبل فاصل ردنا لكم من يديد مشاهدين وصلنا الحين إلى فقرة الفنون الجميلة واليوم بنتكلم عن صناعة الفخار اللي تعتبر واحدة من أقدم الحرف اليدوية اللي عرفها الإنسان بنتعرف على الكثير عن هذه المهنة وبنكتشف المزيد عن عالم صناعة الفخار مع ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية أماني التجاني صباح الخير سادة صباح النور أهلا وسهلا بكم شكرا للاستضافة يعطيك العافية العافية اليوم بنتكلم عن الفخار نعم كهواية اخترتيها ليش اخترت النحط على الفخار أو الفخار بشكل عام الفخار لأن المادة نفسها مادة جميلة جدا جدا فيها مرونة كبيرة جدا جدا وغير كده طريقة العمل بالفخار يعني بيتعلمك حاجات كثيرة يعني البروست نفسه خلاله بتتعلم حاجات كثيرة جدا جدا بيتأثر عليك في شخصتك مثل شو السادة؟ يعني مثلا بيعلمك الصبر الصبر ليه؟ لأنه عندك لما أنت تجد تعمل لك قطعة حقا تفخار بتبدأ أول حاجة بالتشكيل بعدين لازم تصبر على أساس أنك أنت تحرقها تصبر مرة تانية على أساس أنك أنت تلونها فالعملية بتاعة الصناعة حقا أي قطعة فخارية بتاخد أقل حاجة ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع حتى نطلع بقطعة واحدة نعم حتى تقدر تشوف النتيجة النهائية وبعد كده يا ظبطت معاك يا خربت آه ممكن أن النتيجة بعد ما تكون للكم ممكن مش أنت الماعة إذا تخرب القطعة تماما تنكسر نعم موضوع محتاج صبر محتاج صبر محتاج دقة دقة يعني حرافية بس إن الإنسان محتاج طبعا موهبة الموهبة بتتعلمها مازالا في ناس بيتخلقوا بالموهبة نعم صحي في ناس بيتعلموا خاصة ديل الحرفيين بيتعلموا الحاجة دي عرفتها بس ما شرصي أنت تكون موهوب لكن أنت تعلمت تعمله صح نعم أنت من أي نوع؟ أنت من النوع اللي هو كانت عند الموهبة أو اللي هو توجه حتى يتعلم هالشيء آه أنا عندي الموهبة وأنا عندي الدراسة قبل الموهبة نعم يعني أنا درسة هندسة معمارية خلال دراستنا للهندسة المعمارية بيعلمونا كيف يعني في مرحلة الجامعة نعم كيف أنه أنت عينك تلقط التصاميم والتفاصيل نقدر نقول أن من هالمرحلة بدأ موضوع التشغف من قبل يعني أنا من قبل عندي الرغبة في أني أتعلم الحاجات اليدوية نعم لكن ده ما معناها أنه كل الناس لازم شرطا تكون شبهي بس أنا كده يعني أنا بحب الرسم جدا بحب الأعمال اليدوية بعض الأعمال اليدوية ومش كلها نعم بحب الشغل في المطبخ ها شو العلاقة في المطبخ؟ أقول لك العلاقة شو في آخر جزء اللي هي أنت لما تجي تشكل القطعة التشكيل التشكيل لا مش في التشكيل في التلوين تلوين القطعة أيوة لأنه المواد اللي بتتصنع للتلوين دي هي عبارة عن كيميا نفسه إحنا مش بنقول مثلا في الطبيخ الرسبي بتحت الطبيخ في الرسبي بتحت الجليز آه أوكي لازم تكوبة صح تعرف متين تكوبة الملح تعرف متين تهلو النار في الوقت المحدد بالضبط الحاجات الزي دي بتأثر على الألوان نعم إذا خبريني عن أول قطعة أنت سويتها أول قطعة ما أريد أن نتكلم معنا تجربة ما كانت والله كانت جميلة القطعة لكن أنا حابة أتكلم اليوم عن حاجة لها علاقة بالفلسفة بتحتي أنا في الحياة طبعا في شغل هنا مبتاعي أنا صراحة بتاعي الطلبة بتاعي لكن الشي الجميل أنه بقي عندي طلبة أشاركم نعم طريقة التفكير وطريقة عمل حاجات بنفس الفلسفة بتاعتي وهم عندهم فلسفاتهم الخاصة أو فلسفات شبيهة لي نعم اللي هي القبول طيب القبول أيوة القبول القبول في الحياة ذي أي حاجة إحنا مثلا تحصل لنا في حياتنا نعم ممكن ما تكون ما تخلينا نطلع بالشكل النهائي المتعارف عليه نعم لكن في النهاية هي بتطلع بشكل جميل اللي هي الأشكال الزيدي مثلا نعم ها واحد من الأشكال دي كلها هي نفس الفكرة بتحت الأشكال نعم طيب اللي هي ما حنقول عليها بيرفكت أو جاية بالشكل اللي احنا عارفينه صحا مدور نعم لكن شكل جميل جدا جدا معمول بلية أو بيتعامل عن طريقة عن طريقة المكنة اللي هي بنسميها بس هو هالشكل يعطيك أنه شعور أنه أنت هالشيء أصلا يعني متعوب عليه يدويا ومش لازم أنه يكون يعني متساوي الأطراف الزبدة والقبول نعم اللي هو ما الشكل المتعاودين المتعاودين علىه في الصحون نعم وإنه هالصحا ياي من هذا البيئة فإن الشخص إذا استخدمه حاليا يبقى ينميز لأنه ياب شيء مثلنا خلنا نقول من الأنتيكة مصبوط أرستك أيوة أو حاجة كلها فهي هني تطلع قيمته أنه يبنى شيء من بيئة مختلفة أو زمن مختلف من زمن مختلف لكن لسه ممكن نستخدمه هالشيء ونكون مستمتعين وزي ما أنت قلت القيمة حقته بنحس بيها نكون حاسين بيها نعم إذا أنت يوم تقررين تسويين شيء في الفخار شو الموضوع أنه يكون عبارة عنه شو الفكرة لترسمينها في رأسك حتى نطلعها في هالفكرة مثلا أنا عندي أكتر من حاجة بعملها في صناعة الفخار مش بس بعمل قطع لي ممكن أعمل قطع مثلا لناس ثانين طيب فلازم أعرف المتطلبات حقتهم شنو والفكرة حقتهم شنو والحاجات الهم بيحبوها شنو طبعا لازم الهندس تأثر في الموضوع ففي النهاية باخد كل الحاجات دي وبحاول أطبقها في الشكل اللي أنا عايزاه طيب بس اليوم الأشكال دي كلها من الأشكال اللي أنا بيحبها كأماني نعم طيب عملينها طلبة وعملاها أنا لكن طبعا في نواحي تانية من الفخار ممكن في ناس يكونوا عايزين شكل بس مستقيم بس مع لون مثلا زي ديكوراتكم هنا ممكن تقول إحنا عايزين حاجة فخارية بشوف إنتو شنو متطلباتكم في المكان وبعد كده بحكسها في الشكل اللي أنا هقدمه لكم نعم شو أنواع الفخار اللي ممكن للشخص أنه يستخدمها في صناعة الفخار أشوف بعد ألوان مختلفة للفخار نعم هل هي هان لون يعتبر الفخار الأبيض أو نحن ملونها ده كله الحاليا لقدامك ده فخار أبيض نعم فخار أبيض أيوة الفخار الأبيض اللي أنا بيستخدمه الناعم ده بيكون لونه في الأول رمادي ما أبيض بعدينك لما ينشف بيبقى رمادي فاتح زي مثلا دي بدا ينشف رمادي فاتح بعد كده بنحرقه الحرقة الأولى درجة حرارة بعد ما ينشف نحرقه نعم بيسميه بونهار يعني زي العظم تمام بعد ما يبقى زي العظم بنحرقه في درجة حرارة أقل حاجة 1900 كده بيتحول للون ده اللي بنسمي بيسك ده محروق لكن ما ملون سبحان الله الشي اللي نحرقه يغمج في الفخار العكس العكس وفي الألوان العكس في الألوان انت بتخدت اللون طبقة واحدة يكون غامج إذا خطيت خاصة الجليز لو خطيت أكثر من طبقة يديك اللون اللي انت عايزه نعم حوريك مثال الألوان ممكن تكون ألوان أكاسيت طيب وأوريكم حاجة مثلا شايف اللون ده من بره أخطر ده اللون ده زي اللون الكوباية دي اللي هو في الحرق بيكون كده بس من جوه خلينا نفتحها ما نتواصف هالتلوين يكون عقب مرحلة الحرق أو عقب مرحلة أنه ينشف بعد المرحلة دي بننونه ننون هاي بالن تقريبا أسبوعين لثلاث حتى أنه ينشف عقب نبدأ نحرقه لا بيأخذ له مثلا نقول عشرة يوم حسب السماكة حسب السماكة كل البروزيس ثلاثة أسابة ده لو أنت سريع جدا طيب يأخذ المرحلة دي لأنه أنت بتعملها بيتحول لبونهارد بعدين بتحرقه الحرق بيأخذ يومين في الفرن سعدة خلنا بس عشان بعدين نلون بعدين نحرك تاني نشوف المراحل أوك في البداية نحن سوينا هالشيء التشكيل 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 يطلع عندنا الشكل النهائي قبل مرحلة أنه ينشف والله يوم بينشف في بعض الأمور بتطلع في طبعا حسب يعني مثلا هالسي داع اشتغلته مبارح هو لسه طري يعني لو رميناه في الأرض حينكسر لو فتنا في مويا أنا شوفه جاف حاليا لكن هو مبئمي في المياه ما جاف لاحظ لاحظ مثلا نفرض عندي الشكل داع شايف داع برضو شغالا بارح لكن لسه انت ممكن تطلع لين تحسن عين ايو اذا عندي شيء عايزة أضيفه بأضيفه في المرحلة دي في المرحلة هذه يعني في طرق معينة للإضافة استماعي عندي كل التولز بس مثلا أنا ممكن أضيفه الحين أضيفه في المرحلة دي اللي هو ده بكون لين وده لين في المرحلة دي بتم الإضافة عايزة عمل لي ويد عايزة عمل أي شيء في المرحلة دي نعم بعد كده بخليه بقى بون هارد يعني أخليه ينشف زي العظم نعم بمجرد ما نشف زي العظم ينشف زي العظم ياخد وقت بس ياخد وقت اللي بقول لك بياخد خمسة يوم ياخد أكتر حسب السماكة حسب السماكة حسب السماكة زيكيف تقررين أنه خلاص ها وصل حق النشفان ما هو بصل مرحلة العظم ضي العظم خلاص في لون معين أنا بكون عرفا ولما يصلوا ولما ألمسوا بيكون يعني ما بارد دهسة لو أنت لمسته لو المشاهدين لا بارد نعم أيوة بيكون ما بارد ما بارد لأن في رطوبة بعد شوية أيوة لازم كل الرطوبة المويدة تطلع منه تماما زيكيف وين تحطونا مثلا تحطونا في الشمس صح؟ أو من أعادي فما كان معين لا تدخل في جو زي جو الغرفة دي طيب ممكن يتخطف الشمس لكن كمان في حاجة في الفخار إذا أنت خليته ينشف بسرعة ممكن يتكسر ليه؟ لأنه زي عبارة عن معادن طيب المعادن دي لما تجي تطلع الغازات منها لو طلعت بسرعة ينكسر لازم تخليها أخذ راحته ياخذ وقته حتى ينشف لحد ما ينشف على طار المعادن سؤال لأن نسمع أن الشخص اللي يشرب في الإناء الفخار يستفيد يشرب ماء طبعاً يستفيد من المعادن الداخل طبعاً ما كل أنواع الفخار ما كل أنواع الفخار في أنواع معينة هناك في فخار اسمه إرثنوير دا أنت بتتكلم عنه لحق أهلنا زمان اللي هو اللونه أحمر بنسميته راكوتة صح هاللون الأحمر أي هاللون الأصلي الأحمر أو عقب مثلاً ما يحترق هو درجة من درجاته بكون أحمر من الأول نعم دا حسب معرفتي ما عرفه لو في شيء تاني بس اللي بعرفه أنه لونه بكون كده وبعد ما ينشف برضه لونه كده نعم دا بنسمي إرثنوير ودا بكمية المعادن الفيه هو أكتر من كل المعادن دي حسب معلوماتي طيب في المرحلة ممكن بعدين أقري حاجة ألاقي المعلومة تغير نشوف أن هاللون تقريباً منتشر وايد نشوفه الأبيض لا اللون الأحمر الأحمر الليل أنه بتاع الوديان آه الوديان آيوة دا حق الجبال حق الجبال آي الستونوير هو النوع الثاني وده حق الجبال نعم في نوع ثالث عملو الصينيين وكده اسمه بورسلين آه بورسلين ها معروف دا أقوى واحد في عمليات البناء أو مواد البناء مضبوط لأنها مادة قوية جداً جداً وتستخدم في البناء في البايبس في الحاجات الزيدي حتى توقع في صناعة الأسنان أو في علاج بعض الحشوات أو كده لأنه يستخدمون مادة البورسليني آه بيستخدموا بس ما عرفهي نفسها ولا لا نعم طيب نعم لكن ها نتكلم عنه الحين ها تقريباً هذه المرحلة الأولى المرحلة الأولى هذه التشكيل تشكيل أيوة نشوف بيقى بون هار تبعت كده أهو عضو عندي فضول إني لو أنت في هالمرحلة مبراضي عن الشكل أكسره أكسره بس خلص شفت مرحلة شفت بشي قولك بغير شخصتك نعم بيخليك تكون زي بالإنجليز بقوله let go خلاص حاجة ما الضبطات يا أخي شيل هرمي يعني يكون فيه شوية زال لأنها حرام يعني في الأول لكن بعد شو بيبقى فيه برود خلاص تتعود نعم نزين هاي إذا قلنا في الصناعات اليدوية هنا ممكن يكون فيه يعني عدم رضا مثلا فتكسره فالصناعات اللي هم مثلا إذا دخلت المكنة على الموضوع تكون فيه نسبة رضا لأنه خلاص الشكل ثابت لا ممكن أنا أعمله في المكنة دي وبعد ما يكون وبعد ما الضبط أو يتشقه لأني اتترحت أو جاتني حتة غرور كده بعد ما ضبطته أقول والله يا أمونة شغلك رهيب طق ينكسر جبتها دخلت العين في الموضوع اي أنا دخلت عيني أنا طقت نفسي عين جبتها ينكسره بالمكنة هاي المرحلة الأولى المرحلة الأولى لو أنا حاب مثلا عقب المرحلة الأولى شو مثلا لو حاب أني ألون شي هني في هالمرحلة لأن في بعض أشوف بعض القطع هني ملونة متى دخلة التلوين عليها التلوين ممكن يكون في المرحلة دي ممكن يكون في هالمرحلة وممكن يكون في المرحلة دي لكن الگليز ده بفضل في المرحلة دي بس برضو ممكن الگليز يكون في المرحلة دي اللي هي التلوين في فرق بين التلوين بألوان اسمها اندر جليز وفي فرق ما بين الألوان الأكاسيدي الأندرغليس دي زي جنبك اللون وبني ده اللي هو اللون بني هذه ألوان مخصصة حق الفخار مخصصة أنا بتتحمل درجات حرارة لو قلت لك إنه مش في الأول قلت لك بيبقى بسك على درجة حرارة ألف تقريباً تسعمية اللون ده مش بس بتحمل تسعمية يتحمل ألف وكسر ألف ومتين وكسر ألف ومتين وكسر أيو ففي ألوان معينة حق تلوين الفخار نعم ها نشوف أنه في هالقطعة مثلاً الفخار هني يلمع فيه لمعة أيوة شو نسميها يعني شو أعطيك بالفخار ده نوعي ده نوعي الكلاز نفسه نفسه ده ممكن ييجي لامع ممكن ييجي فيه شوية مطفي ممكن ييجي ما فيه أي لمعة نهائي ده طبعاً حسب المعادن اللي أنا بأخطها عشان أعمل الكلاز ده أنا مش تريعه بس لو أنا قررت أعمل الكلاز بكون عارفة شنو أنا أخطه امتين علشان يديني اللون المطفي أو اللامع أو الشبه مطفي نعم هاي في المرحلة اللي هي ممكن بعد عملية التشكيل صحيح؟ أنا بفضل فيدي بفضل في بعض المرحلة دي بفضل أخط ألوان الكلاز بعد المرحلة خلاص وصلنا لمرحلة النشفان كامل ممكن أنا نضيف الكلاز أو اللي لم أيوة ممكن وممكن في المرحلة دي بس ده هو بيحتمد على شنو على الخبرة لأنه بعد ما تخطه لازم تحرقه لازم تعرف ميتين حتى أحرق القطع نعم نعم زياني سادة من متى بدت عندك هال هال موهبة؟ من كم سنة؟ بدت أشتغل فيها رسمياً يعني 2016 من 2016؟ لكن من دبلها كان في مراحل تاني خلال الجامعة خلال شنو نعم كان في عندنا حاجات زي كده بس ما كان الفخار أكتر شي يعني بيجيب من هالما عبر كلها سنين شو تحسين مثلاً لتغير على صناعة الفخار؟ هل في شي تغير؟ هل في مثلاً المواد تغيرت؟ الصناعة نفسها تغيرت؟ أذواق الناس حق الفخار تغيرت؟ كل يوم في حاجة جديدة كل يوم في شي جديد الواحد لازم يواكب يقرأ يشوف شنو معارض كل يوم في شي جديد بس بشكل عام في التغيير بيكون في الأدوات يعني مثلاً الويل ده ما كان موجود بالطريقة دي زمان زمان كان في بتاع الرجل زي مثلاً لو أقارن لك بين العربية الفيت والعربية البورش مثلاً ده بورش نعم يعني ها شي حديث يعتبر نعم يعني ها كيف نستخدمها تقريباً؟ ده هو الجهاز ده بيحتمد على الكهربا نعم نعم يعني التعرّجات هذه مثلاً بيليد عقوب من خلص الشكل نهائي ممكن قبل أن ينشف بصدر نسويها أيها فهمت الفكرة دمام لكن أنا الحين لو أنا حاب أني مثلاً أسوي إنعين بنفس بيليد ممكن عندنا إحنا التقنية حقة العجلة اللي هي السمال ويل أو بيليد ده مثلاً معقول بيليد وهي تقريباً نفس الفكرة ها بيليد ده بيليد الفريق إنه بس التقنية حقة الشغل تكون كيف نعم يعني دب بتستخدم فيه أي حاجة غير إيدينك فقط طيب لكن ما معنى إنه ما بتقدر تعمله على الويل تقدر طيب ياخد وقت أك طول في اليد؟ حسب الخبرة إذا بني أدم مثلاً أول مرة مبتدئ ممكن القطعة تأخذ معاه ساحتين أو أكتر إذا بني أدم متمرس نعم تأخذ معاه عشرة دقائق خمسة دقائق نعم الخبرة تلعب دور في عامل الوقت جداً نعم إذن نشوف بعض المثلاً الصناعات أو الحرف اليدوي نفس الخياطة مثلاً نعم يقول لك والله السعر هيكون أغلى يوم يعرفون إنه مثلاً الموضوع أو القطعة شغلت باليد نعم هلشي موجود في الفخار بعد؟ الأسعار دي والله طبعاً كله زول بخطة السعر حلى حسب التعب مثلاً يوم نشوف إن القطعة مثلاً إنه تم صنعتها بطريقة يدوية كاملة يكون قيمتها أعلى أو قيمتها المعنوية والمادية أعلى أو يقول لك والله ها ما كان فتكون نسبتها أو قيمتها أقل لا هي مش بحاجة تارنية يعني في الفخار ممكن حاجة زي كده تكون عن طريق استخدام القوالب نعم طيب في قوالب جاهزة في قوالب جاهزة أنت بتستخدمها دي ممكن سعرها أو هي تكون زي شغل مصنع نعم عرفتك اه لكن الشغل البليد طبعاً إذا بالمكانة هو برضو باليد نعم لكن مكانة والتاني برضو بيدك لكن باليد نعم بس حق القوالب ده ممكن يكون لأنه بتديك شنو القيمة الشكل نفسه ما بكون مختلف يعني باليد أو بالمكانة كل قطعة بتكون مختلفة عن التانية بمختلفة يعني زي ما نقول عندنا كده ما قولها بتقول إنه الأشكال كلها في الهندس عايزة أجيبها بالعربي لكن ما قدر أجيبها يونيتي دايبيرسيتي يعرفتها؟ إنه الأشكال كلها مختلفة لكن شنو عندها يونيتي يعني عندها يونيتي واحدة بس بالمكانة أو بالقوالب هو نفس الشكل صبه واحدة المضمون واحد لكن الأشكال المختلفة نعم لكن نتكلم عن الناس أذواقها حالياً في الفخار وتروح لأي أشكال معين حالياً الناس بيقولت تكون عايزة تحس بأنه الشغل ده شغل يد يعني الناس بتحب الحالة هل كنت أقوله إن الناس تحس إنها شغل يد لأنه تعبوا من المكانة لأنه تعبوا من المكانة يعني هم يفضلون مثلاً الأشكال خلنا نقول إنه غير متناسقة شوي مظبوط مش متساوية مثلاً في كل الزوايا فتحس إنها القطعة فعلاً أنا حين أشوف إنها القطعة مميزة عن الأشكال الممكن تكون عدنة في البيت مظبوط عن الشكل العادي نعم عن الشكل العادي ما هو هل تسهج من الروتين يمكن بعد كذا سنة كمان يرجعوا للروتين بتاعي صحيح لأنه ده كان في الأول كانوا بيستخدموا ده زهجوا منه عملوا الشكل اللي هو الحق المكانة أو القالب نعم سادة قلت إنه تدربين ناس وطلبة عندك على موضوع التشكيل الفخار نعم شو اللي يدفع حسب ما تشوفين إن الناس أو الطلبة اللي عندك حق هالشي إنهم يشكلون الفخار شغفهم هل هم شافوا مثلاً قطعة معينة كانوا في معرض معين حب إنه يكونوا يوم من الأيام يشاركون ويسوون هالشي والله الناس بتجي لأسباب مختلفة في ناس ممكن تجي بإنه شافة القطعة دي وعايز تعمله وتمر بالتجربة دي في ناس عايزة بستجرب يوم مثلاً مش إنه تعملك حاجة اسم شنو مستمرة في حياتهم في ناس بتجي للتفريغ هل بتكلم عننا الحين أثر هالشي اللي هو تشكيل القطع بالفخار على الحالة النفسية للشخص طبعاً يعني أنا مع الشدة تماماً مية في المية هو أكيد لي لأنه بيخليك تركز أنت بتكون كل حواسك يعني عينك إيدك قلبك راسك خاصة في المكنة وممكن في اليد برضو يكون كل التركيز منصب على القطعة دي لأنه أنت خاصة في المكنة إذا سرحتها ممكن تخربها يعني ممكن تعمل حركة أي حركة غير دقيقة تطلع عندنا الشكل غير دي خاصة في الأول خاصة في البداية فأنت بتتدرب على إنك تركز بكل حواسك عشان تنتج قطعة من خلال المكنة ممكن في اليد يكون السرحان أكبر إنه أنت تسرح في عالمك الخاص يعني تأخذ وقت تأخذ وقتك وكذا بس في كل الأحوال أنت بتطلع بنفسية أفضل نعم خاصة لو إنه أنه تفرغ أيوة تفرغ شحناتك مثلا السلبية نياسة وشيء وفي شيء ثاني بعد اللي هو تحس فيه أنه يوم تشوف أنه أنت ضبطت القطعة تحس إحساس أجمع أنت تحس بقيمتك أكثر إنه أنا والله إنه أنا سويت هالقطعة يعني إنجاز صح؟ بتحس بالإنجاز تحس إنه خاصة لو القطعة دي إدباعك أو في حاجة تقيمها بشيء تقيمها لك بتحس بإنه أنت معنوياتك بترتفع بتحس بالحاجة دمية في المياه دي واحدة من الحاجات اللي بتعملها الصناعات اليدوية جميل زين شو تحسين مثلا التحديات اللي وجهها مثلا المقبل على تعلم هالحرفة حرفة الفخار يعني ممكن يكون الزمن فيناس مرات عايزين يعملوا الحاجات دي بس ما عندهم الزمن أو ما ليقول بني آدم اللي مثلا إنه يرتاحوا معاه لأنه طب تتقضي مع المتدر البدر البقدر بتتقضي معاه ساعات طويلة في نقاشات في كلام النقاشات البداية تكون عن أنواع الفخار في البداية؟ ممكن تكون نقاشات حتى كلام عادي نعم كلام عادي أنا قدمش الدكتور نفسي مثلا بس لازم إن الإنسان يكون يعرف أنواع الفخار دي طبعا لازم جزء لازم تعرف شينه هي أنواع الفخار تعرف كيف المراحل يكون عندك التخيل والتصور إنه كيف لأنه هس إحنا بالكلام العادي ما حتقدر تعرف الحاجة إلا لما تعملها بيدك لما تعملها بيدك بيبقى عندك صورة أشمل صورة أشمل أيوة نعم نشوف هنا في قطعة نشوف الكتابة على الفخار نعم هاته في أي مرحلة؟ الكتابة على الفخار ممكن تكون في المرحلة دي المرحلة إنه خلاص نشف؟ أو إنه أيوة أو إنه مثلا النحت بيكون في المرحلة دي في النحت؟ نعم أو التشكيل نعم وفي قلم خاص أن نكتب فيه أو؟ طبعا الألوان اللي أنت بتستخدمها والجليزر لازم يكون قابل إنه يتحمل درجة حرارة عالية فلازم تختار مواد خاصة بالفخار يعني ما بينفع مواد تشترى من الإنترنت من غير ما أنت تكون تعرفة وفي مواد مثلا غلط تستخدمها ممكن في الحرق تدوب أو إنه تدك نتيجة عكسية نعم جميل سادة نعرف أنها عندت ورشة في البيت مرسين فيها هلواية نعم أو اللي خلات أن تفتحين هالورشة؟ والله أنا بحب إنه كمرأة بحب أشتغل من البيت طبعا عندي التزامات وعندي حاجات فبكون أنا قريبة على الأولاد في البيت ففتحت الورشة دي في البيت نعم وسبحان الله لقيت فيه نساء كثيرة وفيه رجال بحبوا الحاجات دائما بيلاقوا حاجة مختلفة نعم ما استوديو كبير ما استوديو تجاري نعم شي بسيط يعني ففيه ناس كثيرة بتحب إنه تكون في الجودة حق البصار شاركت في معارض معينة طبعا غالبا أغلب الوقت بحاول أشارك وشوف شنو بحصل في المعارض وأخذ شغلي وبرضو أنا أبحث عن التقدير برضو أشوف كيف الناس رأيها شنو الشغلي طبعا أكيد يعطيك العافية طبعا الله يعافي مهنة حلوة حرفة حلوة شكرا وتعرفنا اليوم على بعض خفاياها شكرا لك يعطيك العافية الفنان التشكيلية أماني أتيجاني شكرا لك شكرا لك الله يسلمكم رجال الفعاليات اللي يالس تصير في مرتنا الحبيب الافجيرة ومن ضمن الفعاليات والمبادرات اللي يالس تصير في مرتنا الجميلة الفجيرة مبادرة أقيمة نهاية الأسبوع الماضي من تنظيم جامعة الفجيرة قسم الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية ومكتبة الفجيرة الرقمية شو هي هالمبادرة نشوف في التقرير التالي بها الفعالية أو المبادرة اللي قام فيها صراحة مجموعة من طلبة قسم إدارة الخدمات الاجتماعية هي جزء من الأنشطة نعتبرها اللامنهجية للمساقات اللي بقوموا بدراستها خلال اللي هو التخصص عندهم مثل على سبيل المثال مساق اللي هو إدارة مؤسسات اجتماعية في مساق عمل تطوعي فإحنا الجانب التطبيقي بالنسبة للمبادرات وفي جزء آخر بنسميه إحنا المسئولية المجتمعية فإحنا بندربهم عن طريق اللي هو تصميم حملات بتكون مبادرات منهم هما يعني هما اللي بيقترحوا هاي المبادرات وكان جداً لطيف منهم أنهم اقترحوا هاي المبادرة لأبناء الجمعية أنه استضافة أبناء الجمعية في جمعية الفجيرة الخيرية طبعاً بالتعاون مع مكتبة الجامعة للرقمية كانت المبادرة عبارة عن كان إليها هدفين الهدف الأول اللي هو مرتبط بالجزء الأكاديمي المعرفي النظري التطبيقي للمسئولية المجتمعية وفيه الجزء الآخر اللي هو جزء للعمل اللي هو إدخال الفرحة بنسميه إحنا والسعادة في قلوب اللي هما أبناء الجمعية الأطفال اللي هما أحباب الله بنسميها الأمر الآخر جاءت يعني متوافقة مع إحياء يعني فعالية تراثية اللي هي قرقعان أو حق الليلة فجمعنا بين اللي هو إحياء التراث وبين اللي هي المبادرة الخيرية بالنسبة للأبناء الجمعية فكانت يعني لفتة لطيفة يعني تدخل السعادة على قلوب الأطفال وذات الآن أنه ندرب الطلبة على اللي هو يعني مش فقط عمل مبادرات نظرية أنه أنا فقط أكتبها لا أنه لا أنا أنفذها وبصراحة كان فريق رائع من الطلبة اللي يعني اشتغل على هاي المبادرة وكان لهم دور جميل جدا في إدخال السعادة وفي إنجاح الفعالية هذه الحفلة تهدف إلى تعزيز التراث الإماراتي والتراث الديني بالنصف الشعبان ونعزز القيم الخاصة في حق الليلة من خلال المسابقات واللقاءات وعرفناهم على أنفسنا طبعاً هذا شيء يفرح اليهال نحن اليهال إذا هم استانسوا فنحن مستانسين إياهم الكل من الأطفال فرحانين وحاولنا نوصل للفكرة من خلال مساقنا مساقات الخدمات الاجتماعية أن نحن نكون مواكبين في كل القيم الاجتماعية من ناحية الدينية والوطنية والحمد لله إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم وأتمنى إن شاء الله للمرات الياية أن نقوم بهذه الحملات نحن سعيدين وفخورين في أنفسنا وإدارتنا ما قصرت يعطيكم ألف عافية طبعاً يعطيهم العافية على هالجهود اللي قاموا فيها في تنظيم الفعالية الجميلة وصلنا الحين للأخبار الاقتصادية والزميلة نداء عربيات نداء صباح الخير شو عندنا اليوم من أخبار اقتصادي صباح الخير عليك عامر صباح الخير عليكم مشاهدينا صبحكم الله بالخير بداية أسبوع السعيدة نتمنى يكون شهر بركة ورزق عليكم وخلينا نبدأ مع بعض بأخبارنا لهالأسبوع ونبدأ بالبداية كعادتنا بخبر عن دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة كعادتنا اللي حسب خبراء تصنفت كبيئة مثالية لتأسيس المشروعات النسائية وهو خبر مش جديد أتوقع والجميع بيعرف هالمعلومة تطلع الإمارات بدور حيوي بدعم وصول المرأة لسلاسل التوريد العالمية من خلال المبادرات اللي تم إطلاقها وضعت الدولة تمكين المرأة بمختلف القطاعات الاقتصادية بقلب اهتماماتها وخططها المستقبلية بحسب خبراء ومسؤولين مشاركين بالمؤتمر الوزاري ونقلا عن صحيفة الاتحاد قال هالخبراء أن مشاركة المرأة بمجال التجارة العالمية بمثابة ضرورة لزيادة الانتاجية وتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية وبتصاهم الجهود الإماراتية المبدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتجارة على اطلاق العنان لإمكانات المرأة والمساهمة بتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة وأضافوا أن الإمارات بتوفر بيئة مثالية لعمل المرأة بمجال التجارة وبتعد كمان نقطة جذب لتأسيس الشركات التجارية اللي بتقودها النساء بظل تطور البنية التحتية وفعالية التشريعات المنظمة وثاني أخبارنا له الأسبوع هو خبر عن شركة إعمار العقارية اللي أطلقت مشروعين جديدين بـ 96 مليار درهم وأعلنت إعمار العقارية اليوم عن إطلاق مشروعين جداد بقيمة تقديرية بتوصل لـ 96 مليار درهم هم The Heights Country Club بدبي و Grand Club Resort المجاور لمشروعها The Oasis بيمتد المشروع الأول The Heights Country Club على مساحة 81 مليون قدم مربع وبتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم وبيمتد المشروع الثاني Grand Club Resort على مساحة 60 مليون قدم مربع وبتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم وأعلنت أيضاً هي التنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرى إطلاق المرحلة الثانية من منصة اسألنا المساعدة الافتراضي المتوفرة على المنصة الرقمية الموحدة U.AE وبتشملها المرحلة تعميم تطبيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الإلكترونية الحكومية التي توافقت مع الإصدار الجديد لنظام التصميم الموحد وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته منصة اسألنا على المنصة الرقمية الموحدة وأسهمت بتحسين تجربة الاستخدام وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة عن الخدمات والسياسات الحكومية في الدولة ومستمرين مشاهدينها بالأخبار وأيضا أخبار عن خدمات الاتصالات التي تلقت 3000 شكوى بالإمارات يعني نسبة انخفاض 41% خلال الشهرين وتقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات خلال الشهرين الفاتو من 2024 بحوالي 41% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتتقلص من 4245 شكوى ل3000 شكوى عن إجمالي شهري يناير وفبراير الماضيين وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات اليوم بأنه معدل إغلاق الشكاوى تقلص خلال العام الجاري ليتراوح بين 85% و90% مقارنة بـ 100% عن الشكاوى المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم قضاية فقيات مستوى خدمة المقدمة أنه معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول اللي قدمت من قبل المشغلين ارتفع ليتراوح بين 85% و86% عن إجمالي يناير وفبراير مقابل معدل تراوح بين 70% و76% عن نفس الفترة أيضا من العام الماضي بالمقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.5% و8.5% من إجمالي أصحاب الشكاوى ومنها لأهم أخبار شركات الطيران نحن بالتحديد الاتحاد للطيران عمر شو بتتوقع الاتحاد للطيران جهزت لنا لها السنة؟ يعني مقبلين على فصل الصيف فممكن مناطق يديدة بيروحا صحيح وجهات جديدة الاتحاد للطيران كعادتها دائما بتفجئنا بوجهات جديدة وضافت وجهات ورحلات جديدة بعد ما أعلنت عن تحديثات جوهرية لجدول رحلاتها الصيفية لتضمن إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات للمسارات الحالية اللي بيعزز مكانة أبوظبي كرابط عالمي وخيارات سفر أيضا كثيرة للضيوف ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران بتوسيع نطاق شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات لوجهتين جديدتين تستقطب الكثير من السياح واعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو المقبل رح تقوم النقلة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية وبتنطلق الرحلات لجايبور بالهند بسادس عشر من شهر يونيو في أربع رحلات أسبوعية وخبر آخر مشاهدين عن قطاع الطيران وعن ديناتا بالتحديد اللي عززت خدمات الشحن في دبي باستخدام تقنيات الدرون وأعلنت ديناتا الشركة العالمية الرائدة بخدمات الطيران والسفر عن نجاحها بدمج طائرات للدرون ذاتية القيادة بعملياتها للشحن في دبي وأسهمتها المبادرة الاستراتيجية بتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كتير كبير وتحقيق فوائد ملحوظة لعملائها في مطاري دبي الدولي ودبي ويرلد سنترل وانخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20% وتجاوزت دقة تتبع الشحنات نسبة 99% وجرت عملية إدخال طائرات للدرون بسير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات يعني كيف ممكن نستخدم طائرات للدرون هاي بجرد المستودعات والعمليات اليومية بسهولة ويسر وبتراقب هات الطائرات نحو 1800 شحنة يوميا بالمتوسط بدقة بتوصل لت 99% في 2400 موقع أرفف وبتظهر بيانات المخزون اللي بتجمحها هالطائرات للدرون مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام ومنها مشاهدينا مننتقل لآخر خبر بفقرتنا نتناوله لليوم وهو خبر يمكن ناس كتير ما بيعرفوه وهو أنه تكلفة الوصول لمنصة نتفليكس مش موحدة خلينا نذكر مع بعض قائمة الدول الأعلى والأرخص بسعر الاشتراك الشهري بس بالبداية بدنا نسأل عامر سؤال عامر هل كنت تعرف أنه اشتراكات نتفليكس تختلف من دولة إلى دولة؟ والله أنا أعرف أنه أحيانا مضمون نتفليكس نفسه لحساب إذا كان عندك حساب أمريكي تختلف في المحتوي بس ما بتعرف أنه الاشتراك الشهري بيختلف والله أعرف في شركات ثاني نفس أبل وكذا أن الاشتراك الشهري حق بعض الخدمات الأونلاين بيختلف في نتفليكس ليش يختلف؟ ليش يختلف؟ أنا مثلا بدي أعطي موقف شخصي اللي هو أنا مثلا شابكة النيتفليكس عندي على تركيا لأنه تركيا من أرخص الدول كاشتراك شهري لنيتفليكس فلهيك أنا هالمعلومة بيعرفها لأنه بالصدفة أنا لما أول مرة اشتركت بنيتفليكس كنت مش موجودة بالإمارات كنت موجودة ولا بالأردن كنت موجودة بتركيا فوقتها انتبهت أنه دائما يعني نتفليكس لما أدفعه من بطاقتي تركيا أو بتركيا بيكون السعر جدا أقل فوقتها اكتشفت أنه الاشتراكات بتختلف مع أنه هالمعلومة ما كانت مذكورة بأي وسيل التواصل الاجتماعي أو حتى بنتفليكس نفسه كقايد أو مثلا دليل الاستخدام ما كان موجود أي معلومات عن هالموضوع بسهول السبب في اختلاف الاشتراكات هل مثلا أنه مثلا الشركة من نفس نتفليكس أو غيرها مثلا تراعي مثلا ظروف الاقتصادية حق شعب معين أو بلد معين أو أن المحتوى مثلا يكون هنا أكثر أتوقع أنه الظروف الاقتصادية صح نقطتك جدا مهمة أتوقع أنه الظروف الاقتصادية وممكن كمان الإقبال خلينا نحكي ممكن الاستخدام الإقبال إذا كان بسيط فتشجيع لها الشعب مثلا أو هالدولة عشان يزيدون الإقبال في هالمكان لأنه أنا شفت مثلا أنه في باكستان عدد بسيط أو رقم بسيط له قيمة الاشتراك صحيح جدا بسيط وبتركيا أيضا جدا بسيط أتوقع مش بسبب الظروف الاقتصادية هناك يمكن الإقبال بشكل عام لأنه معروف عنا بالدول العربية كلنا مقبلين على يعني شراكات نتفلكس بشكل عام حتى في بعض الشركات نفس أبل تسوي هذه الخدمة مثلا في الآي كلاود تخزين يختلف من دولة لدولة يعني بدأت أسمع عن موضوع الاختلافات مع أنه مثلا شركة نفس أبل القطع مثلا الهاردوير أو خلنا نقول مثلا القطعها اللي هي مثلا الآيباد أو الآيفون تقريبا نفس السعر في كل ماكن بس أن الخدمات الأونلاين تختلف نفس نتفلكس صحيح من بلا طبعا سويسرا بالبداية اشتراكها قيمته 21.5 دولار هون عم نحكي عن أغلى الاشتراكات الشهرية الدنمارك 16.5 دولار أيرلندا 16.2 دولار وأمريكا 15.5 دولار وأرخص الاشتراكات الشهرية جاءت كالتالي مثل ما ذكرنا عامر باكستان 2.8 دولار وهو فرق كتير كبير عن الدول اللي ذكرناها قبل وهون بيبين عنا أنه فيه اختلاف يعني واضح جدا بين الاشتراكات الشهرية بين الدول تركيا 3.4 دولار والأرجنتين 3.6 دولار وبمصر 3.9 دولار وهيك مشاهدينا بتكون خلصت أخبارنا لليوم بنتمنى لكم يوم سعيد وبترككم مع زميلي عامر وباقي فقرات حلقة اليوم من صباح الخير يا وطن يطيط العافية نداء نشوفكم في السبع اليوم إن شاء الله بالحين ننتقل إلى تقرير رياضي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يرتكبوها الرياضيين في الجم نشوف التقرير ونجعلكم مرة ثانية طبعا خير عليكم من فاكرة لايف ستايل ومعاك كوتش محمود والنهاردة موضوع فاكرتنا عن الأخطاء الشائعة داخل الجم وأول خطأ بيقابلنا اللي هو أنا داخل الجم بدون خطة بدون برنامج إن أنا مشي عليه ده طبعا بيكون مفيش نتائج سريعة أو مفيش نتائج من الأساس مدام مفيش خطة أو برنامج همش عليه داخل الجم الخطأ الثاني وده بيقابلنا كتير أول أنت داخل من الجم على طول راح تمسك الأوزان وتلعب تبدأ تمارينتك بدون إحمات وده بيخلي الإصابة سريعة في لقدر الله بيحصل لك أي إصابة توقفك عن الجم فأول حاجتين اتكلمنا فيهم دول أهم نقطتين عشان تدخل الجم كمبتدئ أنك تهتم بيهم بعدين الحاجات الثانية بيكون عبارة عن تمارين بنلعبها بشكل غلط هوريك إزاي بنلعب بشكل غلط والشكل الصحي بتاعي يكون إزاي يلا بينا أول تمارين معي النهاردة هيكون اللجئ كستنشن وده شوية لو لعبته بشكل غلط ده الشكل غلط طبعا أنا محمل على رجبيتي كتير قوي وده بسبب مشاكل على المدى البعيد ممكن يحصل لي لقدر الله مشكلة في مفصل الرجبة فأنا بحمل إزاي إن أنا محملش على مفصل والرقبة وأحمل على العضلة وكون عامل عليها فوكس أكتر إن أنا ألعب بالشكل الصحيح اللي هو بالشكل الرجل بيكون بالشكل ده يبقى ديه لوضعية الرجل الصحيحة اللي هتفيدني في التمرين تحمل أكتر على العضلة في نفس الوقت بتحمل مفصل الشكل الغلط زي ما اتفقنا بالشكل ده الناس كتير متعاولة تلعبوا وده بيئز المفصل وما بيديكش فوكس أكتر على الفغل جهاز الليك برس وألام أسفل الضهر دايماً الناس المبتدئين أو الناس اللي في تسمي الأوزان التقيلة أو الناس اللي تلعب بسرعة بتعملش فوكس تركيز بتلعب بتنزل بشكل سريع وبتنزل أكتر من المدى الحرك المطلوب فبالتالي الضهر بيطلع من الجهاز فميكونش فيه أمان في الأداء الحركي بسبب ألام ومشاكل أسفل الضهر فتابع معي الشكل الخطأ والشكل الصح وركز معاه في التمرين هنبدأ التمرين بالشكل الغلط وهو إن أنا هنزل أكتر من احتياج التمرين بالشكل ده ضهر ترفع هنا أسفل الضهر بتاعبي تأزي الشكل المظبوط للتمرين واللي هيفيدني بدون أي مشاكل في أسفل الضهر هو التمرين الصحيح ضهر ثابت رجلي بتدي مدى حراقي نفس اللي انتم شاهدونه بالظبط طبعا ما بفردش جامل فاردة كاملة بتأزيلي في مفصل الرجبة فعلشان كده أنا بنزل قدر اتطاعتي وبطلع ما بفردش كامل ده الأداء المظبوط لشكل التمرين الناس اللي بتعودة إنها تمسك البار بالشكل ده طبعا دي مشاكل في المفصل في الرزخ كتير في الأوطار الناس كتير قوي بتقابلني بتقول لي عاد مشاكل هنا أنا القبضة بتاعتني مش بقدر الصبع ده أصلي فيه معرفش إيه ده كله بسبب قبضة البار نفسها بشوف الشكل الغلط اللي هو بيعمله بيمسك البار بالشكل ده بالزبط وبيلعب ضغط على أوطار ومفصل كف الإيد طبعا ده أداء غلط خالص الأداء الصح بقفل كبضة كويس بضبط شكل الهند بتاعتي بشكل الكف بتاع الإيدي بمستوى دراعي وبدفع في اتجاه عمودي بالشكل ده صوقف الصدر صوقف الشولدرز شكل الكبضة بيكون بالشكل ده ده الشكل الصحيح رابع تمرين معي وهو العضلات الطريسيبس على الكيب الكروس وده عايزك تركز فيه قوي لأن كتير مننا بيلعبوا بشكل غلط ما بعملش فوكس على الطري وبيقذي الشولدرز فالتمرين بالشكل غلط العشوائي اللي احنا بنلعبه بيكون بالشكل ده بحرك دريع كامل بفلد وبطلع بدريع كامل بيكون أصلا عمل فوكس على الطريسيبس دريع بشكل كبير في البايسيبس في الطريسيبس بيكون سابت بالشكل ده بلا وضعها دي في الطريسيبس بطلع بدأ أداء حركي كامل بالشكل ده بنزل بعمل على الطري وبطلع ده الشكل المزبوط لأداء ال V على الكيب الكروس وبكين يكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة كامعاء الأخطاء الشعاع داخل الجيم بشكل كبير بنصح أي حد داخل الجيم سواء مبتدئ أو موجود داخل الجيم ارجع للمدرب امشي صح اسأل المدرب دايما ان شكل التمرين ده الأداية الصحة بتاعه ازاي فيه ناس بتروح على اليوتيوب تجيب بعض التمرين وتنفذ بدون بشكل عشوائي ما يعرفش ان هو بيقد التمرين شكل صح او غلط اسأل المدرب الموجود شكل التمرين الصح عشان تتفادى الإصابات وتقدر ان تتحقق الانجاز بتاعك او التارجت بتاعك في وقت كياسي وطبعا ان شاء الله فكراتك قدر موسيقى ردنا لكم من يديد مشاهدنا وبما اننا في عالم عام عفوا الاستدامة فعليات كثير تصير في دولتنا الحبيبة الامارات ومنها افتتاح الاكاديمية المستدامة للتدريب في امارة دبي امس متعرف على تفاصيل اكثر عن الاكاديمية واهدافنا مع ضيفتها او اهدافها عفوا مع ضيفتنا في الاستوديو مؤسس الاكاديمية المستدامة للتدريب فايزة الوالناس حدد صباح الخير سادة اليوم بنتكلم عن هالاكاديمية لأسستيها خبرنا ببداية شو هي الاكاديمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم اول شي اشكركم على الاستضافة وهذا ليس بالجديد بقناة الاجرامات ما شاء الله يعني انتم مواكبين دائما الاحداث بالنسبة الاكاديمية المستدامة للتدريب الحمد لله تم امس الافتتاح الرسمي برعاية وحضور الشيخ محمد بن سرور الشرقي وتم الافتتاح في امارات دبي على اساس المقر ان شاء الله في المنطقة الخليد الججاري اكاديمية المستدامة للتدريب اذا شايفت عنوانها او مسمى مالتها شوي جاي مواكب للتطورات الموجودة وخصوصا تواكبا مع عام الاستدامة ٢٠٢٠ و ٢٠٢٤ بالنسبة للأكاديمية هي تحتوي على مجموعة كبيرة من التخصصات المتعلقة بالوقت الحالي لاننا عايشينه واكثر الشيء اللي تركز عليه هو الاستدامة التدريبية والتعليمية في مختلف المجالات الموجودة خونينا نقول مجالات متعلقة بالقطاع الخاص والبقطاع الحكومي في نفس الوقت نعم نتركز على شو استاذة؟ على الاستدامة في القطاع في بعض التخصصات في القطاع الخاصة نحن لما نحكي على موضوع الاستدامة يتبادر إلى الأدهان أنه عندنا فقط الاستدامة فيما يتعلق بالتغير المناخي أو ما يتعلق بالمحافظة على البيئة للأجيال القادمة لكن الاستدامة فعليا متعلقة بكل مجالات الحياة فالتخصص الاكاديمية هو الاستدامة التعليمية والتدريبية في نفس الوقت يعني هي تحتوي على أكثر من ثمانمائة دورة تدريبية في مختلف المجالات سواء نحكي على مجال الماركوتينج والتسويق الرقمي سواء نحكي على مجالات دورات التدريبية الخاصة بالحوكمة والفسد الإيجاري كذلك عندنا التخصصات المتعلقة بالريالستيت وهي العقارات في عندك كذلك دورات متعلقة بالخدمات التعليمية كل ما يتعلق بالخدمات التعليمية من مرحلة الإبداء إلى مرحلة الثانوي ثم الجامعي وكذلك عندك يعني ما راح نقدر نحصيها كلية ثمانمائة دورة تدريبية على الأغلب فهي كلية تقول ما يتعلق بما هو جديد قصة الاستدامة خلينا نقول فكرة تأسيس الأكاديمية هو ربط الاستدامة بالمجال التعليمي والتدريبي لما له أهمية في استدامة وتعليم وتثقيف الأجيال اللي راحنا فيها حاليا واستدامتها للأجيال القادمة جميل منهم الفئة المستهدفة أو تستهدفها الأكاديمية تحديدا سراحة إذا جينا نحكي على الفئات خلينا نقول هي حول تقدر المستطاع أن يتجمع جميع الفئات سواء خلينا نحكي على المراحل الدورات المتعلقة مثلا بالخدمات التعليمية متعلقة بكل ما هو ابتدائي وإعدادي ومراحل ثانوية وكذلك عندك خدمات متعلقة بالتعليم الجامعي بالنسبة لمجالات الثانية في عندك الموظفين سواء كان الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ليحتاجون إلى دورات تدريبية تأهيلية كذلك مشرط أنه يكون مثلا صاحب شهادة جامعية عشان يأخذ هاي الدورات بالعكس فيه ديبلومات في كل المجالات وكل مجال على حسب الفترة والتخصص للواحد يحب يأخذ فيه التدريب فخلينا نقول أنه هي شاملة كل شيء شاملة كل الفئات إن شاء الله إن شاء الله تنال الرضا لكل جميل يعني أنا كان تقليبا كموظف وحبيت أن أشترك أو أشارك فيها الأكاديمية وآخذ دورات في عالم الاستدامة هالشيء يفيدني في وظيفتي صحيح؟ اكزاكت لي هو رح يفيدك ورح يطور من مهاراتك كذلك لأنه نحن خلينا نقول مفهوم الاستدامة مفهوم شوي حديث حاليا صحيح والكثير لما نحكي مثلا في السوق أو في الشركات أو في مكان لما تحكي معهم الاستدامة كمصطلح علمي ما يحصل التفسير الصحيح لا إله في الوقت ذاته الاستدامة إلها مفاهيم مثلا إذا حكينا على الاستدامة البيئية عندها مفهومها الخاص إذا حكينا على الاستدامة البيئية إلها مفهومها الخاص فنحن وشو سوينا؟ سوينا أنه كل استدامة عندها مجالها وعندها دوراتها التدريبية بحيث أنه كل موظف لما يحب يأخذ الدورة التدريبية يأخذها أول شيء حسب اختصاصه والشيء النواقص اللي هو محتاجها عشان يكمل ويوصل للمهارات اللي هو حابب يكتسبها جميل يعني أن كل تخصص مختلفين أنا كشخص مثلا مهندس إذا بشتركوا إياكم في الأكاديمية عفواً بيكون عندي دورات مختلفة عن الشخص اللي هو مثلا طبيب أو مدير في دائرة حكمية طبعا أكيد يعني مثلا نقول أنا خبير مثلا في ريادة الأعمال ما رح أفقها الكثير مثلا في مجال الفيزياء أو في مجال الطب فأنت لما تتواصل مثلا مع الأكاديمية رح يكون مختص يتواصل معاك يشوف شو هي احتياجاتك وشو هو التاركت اللي حد توصل له يعني أنت شو هدفك بعد تاخذ الدورة هاي يعني القصة مش قصة أنك تحضر وتاخذ شهادة وخلاص أنا أخذت الدورة نعم نحن دايما نتابع حتى بعد ما تحصل على الشهادة إن شاء الله بعدها رح يكون في عندك متابعة مع مستشار يشوف ويقيمك أنت روين واصل هل أنت في نفس المستوى اللي كنت فيه أم أنت وصلت لطموحاتك ألفي شي نواقص فدايما تكون وياك متابعة وتقييم لأدائك نعم مثل ما قلت سادة أن الاستدامة الناس تقريبا بمفهومها الأكبر مثال وحين لموضوع الاستدامة البيئية تتكلم أكثر عن الاستدامة في العمل كيف تكون الاستدامة في العمل عنوان ولكن الجواب كثير رح نحاول لنختصرها قليلا جدا الاستدامة في العمل فيها كثير ركائز لازم أنها دايما نحددها في نقاط خفيفة عشان واحد تقعد في ذهنه اعتمدنا على ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولى هي الاحترافية كنت تكون موظف وموظف في مكانك سواء كان شركتك أو كان دوام حكومي أو كان خاص إذا لم يكن لك نوع من الاحترافية في أداء عملك فأنت لا ستوصل للشيء الذي تريده جميل الاحترافية جدا جدا مهمة والاحترافية كيف تكتسبها؟ يعني كل واحد يتعلم كما نقوله نحن عايشين عشان نتعلم عشان نكتسب مهارات وكذا الممارسة اللي أنت قاعد تسويها لما تاخذ نقاط ضعفك تحاول تحسنها وتحافظ على النقاط الجيدة اللي عندك فأنت هون باقي وقاعد تمشي تمشي توصل إن شاء الله الاحترافية النقطة الثانية اللي هي خلينا نقول الاستدامة اللي كنا نحكينا عليها ونركز عليها كثير حابين الناس كلها توصلها فكرة الاستدامة التعليمية وتدريبية اللي بتغطي لك كل احتياجاتك سواء كانت مثلا احتياجات تدريبية أو كانت عبارة عن استشارات إدارية أو استشارات في مجال تخصصك القيمة الثالثة اللي هي خلينا نقول التطور عمره الإنسان ما يوقف أنا هي النصيحة دائما نقول كل يوم جديد عندك فرصة جديدة عندك شيء جديد رح تكتسبه مهارة جديدة شيء تتعلمه من موظف من زميلك من مديرك فهي القيم الأساسية اللي حطيناها كقيم للأكاديمية عشان نوصل لموضوع الاستدامة جميل عرفنا ويد عن الاستدامة في العمل وهالأكاديمية الأكاديمية المستدامة للتدريب طبعا نتمنى لكم كل التوفيق فيه الأكاديمية ولطلابهم بعد إن شاء الله مؤسس الأكاديمية المستدامة للتدريب السادة فايزل والناس حداد شكرا لتواجدته إلينا اليوم الله يسر شكرا لأيكم على الاستدامة مشكورة من شاء الله مشاهدينا مستمرين في فقرات برنامجنا صباح الخير يا وطن لليوم لكن أقبل فاصل ردنا لكم من يديد مشاهدينا أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وطبعا هذا الشهر له عاداته وتقاليده في دولتنا الحبيبة الإمارات عشان جي بنتكلم في فقرة السنع اليوم عن العادات الإماراتية في التجهيز وإعداد المنازل لشهر رمضان المبارك ويضفتنا في الاستوديو الخبيرة في التراث الإماراتي الوالدة عائشة عبد الرحمن غريب محمد صباحك الله بالخير بالخير والنور والسعادة علينا وعليكم يا رب يا رب كل عام إن شاء الله وانتوا بخير دولة الإمارات انتوا بخير نتكلم اليوم عن أيام قبل استعدادات هاله كيف كانوا يستعدون قبل حق شهر رمضان المبارك استعداداته كان بفرحة بفرحة كبيرة كان في قضوبهم حق رمضان نعم والأكل ترى روحك تعرف الحمر والطحين أو يسمن بلاد والتمر يساوه بسيسة كمية بسيسة يساوه حق يجهزوا من الحين من هذا الوقت يجهزوا يعني تقريبا نقول ما الأسبوع عشرة أيام قبل هي 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 يجهزوا وفرحة فرحة عجيبة وغريبة على حق رمضان الكبار فرحان والصغار فرحان والصغار ثم سبعة ستة بعد يصوموهم لين الظهر لين الظهر يصوموهم عشان يدربوهم عن الصيام بفرحة فرحة عجيبة هذاك الأيام وفرحة أجيبة هذاك الأيام نعم الآن الاستعدادات تبدأ تقريبا من قبل عشرة أيام أسبوع كذلك استعدادات خلينا نقول ربة البيت تكون عن طريق البسيسة في التمر شو بعد كانوا من البسيسة؟ بسيسة في التمر وبعد نفسه بعد يوم يصوموا يوم الصيام السحورهم بعد نفسه قرص قرص كبير بعد يسمون مع البلاد وبعد يساووا بالتمر بعد بالتمر ما همبورغا مثل الحين نعم همبورغا ويأكلوا والصبح ترى يترى إياهم يتشغل هم الصيام يصيروا يشتغلوا هذا المزرعة نعم واليبال والدنيا ويشتغلوا والبحر أكيد أكيد رزقهم هذا أكلهم كان في هذاك الأيام نعم هاي السعدادات خلينا نقول الحرين السعدادات الرئيال حق الشهر الكريم شو كانت تقريبا الرئيال ما شاء الله عليهم الريايل بعد نفس الطريقة بعضهم بعض هنوا بعضهم بعض وليهم بعض كلام والرمسة والسوال الريايل منصوب نعم والحريم منصوب نعم زينا أمي قبل كيف كانوا يعرفون مثلا أننا نحن خلص يعني في مثلا نحن دخلنا مرحلة رؤية الهلال ونحن مثلا نقول أن باتر بيكون أول أيام الشهر الكريم كيف كانوا مثلا يتم الإعلان عن هذا الشيء إعلان حساب حسبه لازم يشوفه ويصومه لازم يشوفه ويفطره صحيح الهلال الكبارية الكبارية لكن إن كيف والحساب نعم كيف يخبرون أهل الفريج مثلا أنه خلص باتر رمضان أهل الفريج مخصصين لحد مخصصين لحد يخبر العالم كلها نعم مخصصين أول حتى الطبل يدقوا نعم يخبروا الناس بالطبل 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 وبالهجاجيج وغني خاص ناس لي خاص حق هذا الأيام يعني تكون فيه فيه ناس في مجموعة معينة يدق طب مثلا يخبروا ويفرحوا يخبروا الناس يشوفناهم الله يرحمهم أنا لحقت عليهم نعم كان ريال حرق نعم فهم يسويون هالأجواء أجواء حيث أن الكل يسمع والكل يعرف يسمع ويفرح نعم ويبدأ بعد يفكرون أنه يفكرون كيف نحضر مثلا نذهب للسحور اليوم صحيح نعم أول وجبة السحور شو كان للسحور مثلا عبارة عن شو السحور الأول الأول يبقى خبز رقاق وصالونه تعدس خبز رقاق وصالونه تعدس فريد فريد يسوي فريد فريد يسوي والفطور لا الفطور بعد خبز رقاق وصالونه تلحم هذا لحم مع الفطور نعم والسحور عدس نعم العدس أنت روح وكتعرفه فوايك أكيد نعم يعني كان بهالبساطة أنه خبز رقاق صالونه تعدس بساطة بساطة والله ببساطة لحكت عليهم أنا كلنا نحن روحنا نعم لحقنا بساطة نعم كيف يبدوا مثلا أنه يهيئون الطفل أو الياهل حتى أنه يصوم يوم يكون عمره مثلا سبع سنوات يمدحوا والأم يمدحوا ترى بنسوليك هدية أنت ختمت القران وأنت الصمت أول يوم بنبديك لين أذان الظهر تدريج الموضة هي بالتدريج إذا كملت إذا كملت بركة بنسوليك حفلة وبيعطوك هدايا حتى الياران الحي بيبوليك هدية وأكثر بيتشجع هاي كانوا يشجعون الياهل أنه يصوم بهالطريقة بهالطريقة ويسوح عدر رمضان معام مثلا الحين بصير سوبر ماركت نشيل سوبر ماركت الرمضان هذاك الشي أنت تيرس خاص تحفظ ولدك القران وتحفظ ولدك العادات والتقاليد معنا رمضان شو فوايدها ليك مثل المدرسة رمضان فهذاك اليوم مثل المدرسة أنت تعلم ولدك المبادئ وعادات الرمضان وفرحة رمضان وفرحة عيد وكل حد بيفرح وكل حد بييبلي الولد بيتشجع في العبادة بيتشجع والصيان بيتشجع في كل أشياء نعم الكبير والحي كل يتشجع جميل والله العظيم جميل أهل الأجواء زين الآن نتكلم عن الفطور شو كانت الأكلات المشهورة في الفطور تحديدا الفطور ترى قلمتك التمر تمر واللبن اللبن والفريد لحم فريد لحم نعم هذا بس نعم هذا الشيء نعم هذا الشيء نعم وعقب وعقب في الليل عادة أراروت ساقو بلاليط خبيص هريس هذا بعد الصلاة هذا بعد صلاة التراويح بعد الصلاة التراويح عند الفطور شيء قليل عشان يروموا ويصلوا شيء خفيف هذا عقب عادة رياي المنصوب يلسوا تحت السبلة وتحت مكان رياي المنصوب وحريب منصوب حطوا هذا كل فواده وطافوا عليه ما شاء الله نزيل شو الحلة ممي كان حلة رمضان شو تقريبا كان أكثر أكثر شيء حلة رمضان حلة رمضان أنه بعد الصلاة كل واحد بيجمعوا هذا الحي جمعوا رياي المنصوب وحريب منصوب هذه قهوة وهذه لا قهوة أقب قهوة مات قهوة ورمس وسوالف وفرحة رمضان كل واحد صار بيته صار بيته أنا لحق السحور ريال وحرما يدقوا طبل يدقوا على الباب يوعوهم ما شاء الله دور المسحرات هم بروحهم يسوون هالحركة هالحركة للناس عشان ناس تتنش من وقت قبل الأذان تتنش من وقت إذا اللي بيطبخ واللي عنده عشاب يصقنه نعم يدور بالطبل يدور نعم إذن اليوم على طار الوقت اليوم شو بالضبط كيف كان يبدو في رمضان غير عن الأيام العادية هل كان مثلا يبدو يوم منه متأخر؟ الحين أو الأول لا أول منه لا 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 ما شيء تأخير ما شيء تأخير سبحان الله هذاك اليوم كل شيء بالحكام كل شيء بالحكام وبالشيء تستغرب حينا والله في أيامنا نحنا قلنا نستغرب نعم لنرى الكبارية يعني ملتزمين في حاجاتهم أعظم شيء والله كان هناك استعدادات خاصة كانت مثلا حق العشر الأواخر من رمضان عشر الأواخر عادة عشر الأواخر عادة عشر الأواخر شيء من الريايل ما ينوي البيت ما ينوي البيت يعتكفون مثلا هي هي شيء من رمضان ما ينوي فأنا روحي أذكر كنت أنا روحي أسوي ليهم السحور وأطرشهم يا الأولاد أن الجماعة في المسيد ما بيو أبا سيروا وودوا ليهم السحور كان بيتنا قريب على المسيد أسوي ليهم السحور وطرشهم لأولادنا ما بيو ما بيوهدوا المسيد ما بيو البيت يسحروا خلينش لهم سحور ناقل شيء كبير كبير هلاكل ألي فكانت هالأجواء أن تودوا لهم أكل مثلا خلاص والله العلي والله أيام جميلة جميلة وعيالنا والله نعمة كان مطيعين مطيعين وحنا مستانسين على هالأجواء أنا عن نفسي أقولي هذا كان محبة الله نعم فينا أنه كان عيالنا مطيعين تعال حين خلنا نحن عامر الولد خلنا عامر خلنا عامر شوي غير نعم لكن في الختام يعني أيام بسيطة تفصلنا عن الشهر الكريم يعطيك العافية طبعا ويعطيكم العافية وكل عام وأنت بألف خير تحية لدولة الإمارات وإنجازات دولة الإمارات تحية كبيرة لأمحمد بن زايد وأقوانه الله يطول لهم الله يطول عمره ويحفظه ويدوم يا رب العالمي يا رب الله يدوم هذا العز وهذا البركة وهذا الخير نعم وتحت ضلت قادتنا وحكامنا كلهم من كبيره من صغيره تحية كبيرة ليهم هذا من هذا المكان العظيم نعم هذا المكان الكبير تحية من أمم محمد للقادة كلهم الله يطول بأممكم تحية كامل الإمارات الكبيرة من صغيرهم واتقم الجنود الموجودين على الراس يعطيك العافية أمم محمد نورتين الخبيرة في التراث الإماراتي الوالدة عاشى عبد الرحمن غريب شكرا لك شكرا لكم أنتو والله العظيم شكرا لقاعدكم وشاهدين الهني تكون خلصت حلقتنا لليوم من صباح الخير يا وطن اتمنى لكم يوهم سعيد شكرا لكم